الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم الكلام عن تعريف الإيمان باليوم الآخر وعرفنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبرزخ وأشراط الساعة والصور فالبعث وما يكون بعد ذلك واليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن البعث وما بعده والبعث إعادة الخلق الفاني كما كان عليه في الدنيا حية بعد النفخة الثانية في الصور والخلق الفاني سواء كان من الإنس أو الجن أو الحيوان أو النبات أو غير ذلك كله يعود مرة أخرى بعد النفخة الثانية في الصور قال الله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والصور قرن أوكل الله تعالى به ملكا قد التقمه لينفخ فيه نفختي الصعق والبعث قال تعالى ونفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله والصحيح في النفخ في الصور أنهما نفختان لا ثلاث وأن نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى الصعقة لأن الأمرين لا زمان لهما أي فزعوا فزعا ماتوا منه وقال صلى الله عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان مما استثناه الله ومقدار ما بين النفختين أربعون ولكن لا ندري أهي يوم أم شهر أم سنة والآن سنتكلم عن مفردات يوم القيامة وهي الحساب وإعطاء الصحف ووزن الأعمال والمرور على الصلاة والحوض والشفاعة والجنة والنار ويوم القيامة هو يوم قيام الناس لرب العالمين بعد البعث ومقدار هذا اليوم خمسون ألف سنة ويقع فيه أمور عظيمة منها الحساب والحساب هو تعريف الله سبحانه الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن الحساب إجراء القصاص بين العباد فيقتص للمضروم من الظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات الجلحاء من الشات القرناء والحساب متفاوت فمنه الحساب العسير وفيه تكون المناقشة ويتبعه العذاب ومنه الحساب اليسير ويكون فيه السؤال والتقرير ثم الستر والعفو وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء ومن مفردات يوم القيامة إعطاء الصحف والصحائف هي الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا فيها ما فعله كل إنسان في حياته الدنيا من الأعمال سواء كانت باللسان أم بالجوارح قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والمقصود بالطائر العمل ومنهم من يعطى كتابه بيمينه ومنهم من يعطى بشماله ومن مفردات يوم قيامة وزن الأعمال يوزن يوم القيامة العامل كما جاء في حديث ساقي ابن مسعود عندما ذهب ليأتي بعود من أراك فكفأته الريح فسقط فضحك الصحابة من دقة ساقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من أحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويوزن العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان هبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويوزن أيضا صحيفة العمل كما جاء في حديث صاحب البطاقة ويكون هذا الوزن بميزان حقيقي له لسان وكفتان قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وأما كيفية تلك الموازين فلا يعلم ذلك إلا الله فهي من المغيبات التي لا نعرف حقيقتها ومن مفردات يوم القيامة المرور على الصراط والصراط جسر ينصب على متن جهنم يوم القيامة أدق من الشعر وأحد من السيف دحظ مزلة عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم يرده الأولون والآخرون حسب أعمالهم فناج مسلم وناج مخدوش ومكتوس في النار ولم يأتي التصريح بذكر الصراط في القرآن الكريم ولكن بالإشارة كما في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وقد فسر الورود بالمرور على الصراط وأول من يجيز الصراط محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قال صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ومن مفردات يوم القيامة الحوض والحوض مجمع الماء وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض حقيقي مخلوق وموجود الآن وله صفات معينة قال صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة إلى صنعاء فيه ميزابان ينثعبان من الجنة أحدهما من ورق يعني من فضة والآخر من ذهب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن من شرب منه لم يضمأ حتى يدخل الجنة فيه أباريق عدد نجوم السماء ومن مفردات يوم القيامة الشفاعة والشفاعة لغة الوسيلة والطلب وعرفا سؤال الخير للغير وقيل هي من الشفع الذي هو ضد الوتر فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له والشفاعة حق إذا تحققت شروطها وهي أن تكون بإذن الله ورضاه عن المشفوع له قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقد أعطي نبينا نبينا صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيشفع لمن أذن الله له فيه وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات الأولى الشفاعة للفصل بين العباد في الموقف والثانية الشفاعة لأهل الجنة أن يدخل الجنة والثالثة الشفاعة في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصدقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها وقد أنكر هذه الشفاعة بعض أهل البدع من الخوالج والمعتزلة والزيدية بغير برهان ومن مفردات يوم القيامة الجنة والنار وهم الداران العظيمتان اللتان لا تفنيان ولا تبيدان فالجنة دار المتقين والنار دار الكافرين قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وهما مخلوقتان موجودتان الآن كما قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة كما أن الأعمال السيئة سبب لدخول النار وفي هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر